موسيقى الحمد لله السلام يا أكرم الله يسلم يا كمير لين الوقت يا فتح؟ كان عايز يقتلني ليه؟ ملتعبش نفسك في الكلام دلوقتي يا أكرم كما تفوق كده وتبقى كويس هبقى فهمك على كل حاجة بعادين خفية الأمنة حصل في المكانية تمام أنا مش عارف يا أخي إزاي سراج يعمل معنا كده سراج ده كل بفلوس أول ملاء نصبنا في عمليات الاعتزال كبير زغل العنية وطمع فيه واستخسروا فينا وقال بالمرة يقطع أي خيط وراه بس أنا اللي غلطان عشان عملت حسب كل حاجة إلا الغدر إنت عفتحة إحمد ربنا إنك كويس إنت هو أكرم ده غير كمان إن الورق كله معنا يعني لها بتصراك لسه في قدينا بعد إما فلتنا من صراك هيبقى عامل زي الكلب المزعور وهيدور علينا أكتر فغير إن الطارق لما يفوق هيبقى عامل زي المجمون وعايز ياخد حقه وطاره بأي شكل يعني أقدر أقول لك كده إن الإيام اللي جاية علينا هتبقى أصعب أيام تمر في حياتنا عشان كده كل خطوة هنعملها لازم نحسب لها مليون عساب يا فتحي بها الدنيا كده تتقلب كلها فوق دماغنا بعد ما كنا خلاص ألمنا بالعز والأمان بقول لك يا فتح روح إن ترتاح لك كم ساعة ترتاح كويس وركز عشان نشوف نطلع الزي من البلوة السوداء اللي إحنا فيها دي وأنا هستنى هنا ما أكرم حتى ما أنت بطرح وترجع لنا تاني فتحي رايح فيه هتبقى رايح يجيب أمر الدين طل تهريجي أخي بقى وقللي فتحي سلم الأمانة وسلم الفلوس ولا لا بقى يا عم أنت أول واحد خد حق وثلت ومثلت كمان يا عالم بالدور على منا